العادة يعني اللي تعودنا عليها أنه إحنا في كاس العالم بنستنيه عشان نستمتع بالكبار يعني نستمتع بالبرازيل، نستمتع بالأرجنتين، نستمتع بألمانيا، نستمتع بفرنسا نستمتع حتى بإيطاليا التي كانت لكن الحقيقة النسخة دي إحنا مستمتعين بالصغار أكتر من الكبار وعشان ما تبقاش فرجة ومتعة وخلاص فيها كمان حاجات لازم نبص عليها عشان خاطرنا آه إحنا مش مشاركين لكن ممكن نستفيد من بطولة زهديئة آه ممكن نستفيد قلت لكم النهاردة الخدعة الكبرى اللي احنا تعرضنا لها هنا على مدار سنين وأجيال واشتريناها وبروزناها هي فكرة أنه الاحتراف هو طريق الكرة المصرية الوحيد للعالمية أنا مش ضد فكرة الاحتراف وبالعكس أتمنى أن يكون عندنا عدد كبير جدا من المحترفين لكن القاعدة دي لا تصح ولا تجوز بعد الأداء الكبير جدا اللي قدمه منتخب زي المنتخب السعودي والأداء الكبير اللي قدمه منتخب زي المنتخب الياباني في مواجهة الكبار ومنتخبات تانية أمريكا في مواجهة انجلترا إكوادور في مواجهة هولندا وغيرهم من المغرب في مواجهة كرواتيا وبالتالي القصة مش قصة بس احتراف لكن قصة ممكن تكون مبنية على تجربة محلية أكتر من نجحة تجربة فيها بطولة محترمة تجربة فيها رؤية من المسؤولين أو القائمين على منظومة إدارة الكرة تجربة فيها خطة طويلة المدى تستهدف أن المنتخبات شكلها وأداءها وشخصية تتطور زي ما حصل كده وشفنا وفرحنا الحقيقة المنتخب السعودي في المباراتين حتى رغم خسارته أمام بولندا ما تدرش تقول على المنتخب السعودي غير أنه منتخب كبير وعنده شخصية وعنده حضور وفرصته ما زالت قائمة وبقو خلينا نبص نظرة سريعة ونظرة خاصة جدا أنا بستمتع جدا برؤيته وبتحليله وجهة نظره نجمينا النهاردة في السادسة كابتن خالد جدالة اللي بيشرفنا وبينوارنا أهلا وسهلا كابتن خالد بعد هقول غياب طويل علينا شويتين بترجع علينا مرة تانية أهلا وسهلا بيك داينا أهلا بيك يا أحمد وسعيد وحشتين جدا والبرنامج والقناة ومن نجاح لنجاح كده تنور الدنيا كابتن خالد البطولة الأول قبل ما أتكلم على المنتخبات وقبل ما أتكلم على الكرة والتجارب الملهمة شايف البطولة إزاي كابتن خالد من ساعة ما ابتدت لغاية دلوقتي لغاية النهاردة لا بطولة كاس العالم ممتعة من بدايتها وساخنة جدا وقوية جدا وفي تقارب في المستوى وما بين حتى الفرق بتاعتنا العربية وما بين الفرق الأوروبية وفرق أمريكا اللاتينية يعني بطولة من الدور الأولاني ومن أول ماشي ماشي على بشكل سريع جدا وقوي جدا ومميز جدا كنا تعودنا قبل كده في بطولات كاس العالم ما بيسخنش غير بعد الدور الأول مضبوط الدور المجموعة ده بيبقى روتيني متوقع لايبها بتلعبش بمنتهى القوة ومعروف مين الفرقتين اللي هتلعى الدور لا دلوقتي مش معروف خالص في أي مجموعة يمكن لو في مجموعة واحدة ولكن في تقارب في المستوى وفي أداء مميز جدا ومقنع جدا وسريع جدا وطبعا فرقات رهيبة ما بين نفسنا نوصل لها يعني بإذن الله في المستقبل نفسنا نوصل اللي احنا بنشوفه بالذات من الفرق العربية بالذات أخص بالذكر فرقة السعودية وفرقة المغرب أنا بيتهيال أنه فرق زي السعودية وفرق زي المغرب تجاوزت بكتير جدا أنه يبقى الهدف الأسمة أو الطموح الأكبر ونسبة لهم هي مجرد التأهل لكاس العالم يعني الناس دي ما بقتش بتبحث عن التأهل الناس دي عدد مرات تأهلها يعني أعتقد ست مرات تقريبا كل منتخب منهم عدد الماضيات اللي فازوا فيها في كاس العالم أكتر من مباراة أعتقد سعودية محققة ثلاث انتصارات ومسجلة حوالي 13 هدف المغرب مسجلة حوالي 14 هدف إجمالا يعني في البطولات المختلفة لكاس العالم فبالتالي الناس دي تجاوزت فكرة أنه إحنا مش هدفنا التأهل إحنا هدفنا التأهل عشان نروح نعمل إيه وأعتقد أنه الاثنين فرصهم كبيرة جدا أنه هما ما زالت قائمة طبعا أنه هما يتجاوزوا دور المجموعات وفرصهم كبيرة كمان أنه هما يقدموا شخصية عن الكرة العربية وطبعا المغرب كمان عن الكرة الأفريقية بشكل ما تعودناش عليها ومشوفنوش قبل كده في نسخ كاس العالم كلامك طبعا مظبوط لا يعني الفرق دي الطموحات بتاعتها تجاوزت مش التأهل لكاس العالم هما ثلاث مراحل فيه فرق بيبقى طموحها إزاي تتأهل لكاس العالم للنهايات فرق تانية بيبقى طموحها التمثيل المشرف خلال كاس العالم هما بقى دخلوا في التصنيف التالت إزاي المنافسة من دور لدور وإزاي وصلوا لأبعد متى وده اللي وصل له السعودية والمغرب عن طريق الأداء المقنع والمميز جدا 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 وخلي بالك يا أحمد الكلام ده مجاش بين يوم وليلة أو مجاش من فراغ وده جي من تخطيط وبالذات فرقة السعودية أنا أخصك بالكلام على فريق المنتخب السعودي ده نتيجة تخطيط جيد جدا يعني ممتاز من اتحاد كورة فاهم والتحاد كورة واعي والتحاد كورة بيشتغل بدون مصالح شخصية ما بيبصش غير للمصلحة العامة اللي هي مصلحة الكورة السعودية وأكبر دليل على الكلام ده أنهما جابوا هيري رينار مدرب كبير جدا وحتى ده هما جددوله أربع سنين أو خمس سنين تانيين قبل كاس العالم ولو رجعنا للمتشاط الودية المنتخب السعودي قبل كاس العالم ده يمكن لعبوا بتاع عشر مطشاط كسبوا ماتش وخسروا الباقي ولكن التخطيط المزبوط والنظر المزبوط ما جاتش بقى الاتحاد السعودي قالك إيه ده ده بيخسر ومطشاط ودية والنتايي الناس بتفهم والناس بتخطط والناس اختارت مدرب فعلا عنده خبرة كبيرة جدا ومدرب موهوب ومدرب عنده روح قدر أنه هو ينقلها لعبة المنتخب السعودي وشوفنا المنتخب السعودي ازاي فنيا جوا الملعب منظم جدا في النواحي الهجومية والدفاعية وقدم فرق كبيرة لها أنا عايز أخذ يعني الجزئة دي مهمة جدا بالنسبة لي ومهمة جدا وجهة نظر كابتن خلج يضل فيها لأنه بالتأكيد لو حطينا القائمين أو المسؤولين على المنظومة رؤيتهم تخططهم استراتيجيتهم أعتقد ما فيش شك الناس دي خططت ونجحت بشكل كبير جدا أنها توصل لشكل منتخب هي عايزة ولو كلمت على مدير فني فبالتأكيد يعني أنا مش هخبي تحيوزي الهيرفي رينار لأنه بشوفه يمكن المدرب الأفضل على مستوى المدربين الأجانب اللجوم يشتغلوا في أفريقيا كلها لكن هنا أنا عايز أتكلم على فكرة أنه المنتخب أحد منتخبين بيشاركوا في البطولة ما عندهمش ولا لعب محترف هو المنتخب السعودي كيف أفرزت بطولة الدوري السعودي العناصر اللي شفناها في مواجهة ميسي ورفاقه وفي مواجهة ليفاندوفسكي ورفاقه وحسنا أنه لا ما فيش فوائر لا القيمة التسويقية ولا اسم النادي اللي اللعب بيلعب فيه عملة تأثير في الملعب 11 في مواجهة 11 بمنتهى القوة ومنتهى الأريحية ومنتهى المهارة ومنتهى القوة ومنتهى السرعة إزاي أنا هنا بتكلم على العنصر الفردي على قوام المنتخب السعودي كلهم جايين من دوري محال إيه الفرق؟ لا فرق كبير لأن الدوري المحلي السعودي قوي جد قوي جدا 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 ما هي عناصر القوة من وجهة نظرك؟ أول حاجة أن اللي بينافس على بطولة الدوري مش فريق واحد أو فريق ايه؟ لا الفرق كلها أولا بتستجلب أحسن لعيبة سواء حتى على مستوى اللعيبين المحترفين اللي بيجبوهم نمرة اتنين منافسة قوية جدا وشارسة على كل البطولات داخل الدوري السعودي نمرة ثلاثة رتم اللعب في الدوري السعودي أنا عايز نقف عند رتم اللعب دوا وحط تحت رتم اللعب مليون خط لأنه هو إحنا كورتنا هنا في مصر مش هتتعدل غير لما رتم اللعب يزيد يمكن خمس أضعاف عن اللي احنا بنشوفه إحنا في الماتشاة بتاعة كاس العالم أو في الدوري السعودي اللي هو أفرز لعيبة على مستوى عالي جدا ما فيش بينها وبين لعيبة المحترفين في الدول التانية أي فرق لأن الرتم بتاع اللعب سريع جدا من خلال الدوري السعودي ده ما بنشوفهش من خلال الدوري المصر إحنا عندنا الرتم بعيد جدا دوري السعودي أقوى بكتير جدا من الدوري بتاعنا أكتر من فرقة بتنافس على كل البطولات هناك رتم اللعب سريع بشكل يفوق أي حد عشان كالا لما بنتفرج لما المنتخب السعودي لما بيلعبوا قدام بولندا فيش فرق في رتم اللعب ولا في السرعة لا فيه سرعة وفيه رتم وفيه التحام كورة مشتركة شوف اللعيبة من منتخب السعودي فأي كورة مشتركة مع اللعيبة اللي هي محترفين واللي بيلعبوا بره دول على أعلى المستويات لا شوف الانتحامات بتاع اللعيبة السعوديين عاملة ازاي السرعة التحرك التحرك بدون كورة كل فنون اللعبة موجودة لأن هناك دوري قوي وفيه غياب أن ما فيش لعيبة عندهم محترفين بره في الدوريات اللي بره ولكن الدوري السعودي دوري قوي جدا فعلا قدر أنه يفرز اللعيبة اللي احنا تفرجنا عليها صحيح صحيح هي يعني إحقاقا للحق التجربة دي دايما لما كنت أتكلم على التجربة الملهمة وأقول منتخبات صغيرة بقت منتخبات كبيرة أو منتخبات غير متواجهة أتدار الشينكل دايما منتخب فرنسا طول عمره منتخب كبير لكن عاش سنين طويلة جدا من غير ما حقق لقب إلا ما حقق لقب في 98 بعد كده في 2018 لكن التجربة تستحق أنها تدرس لما أتكلم عن منتخب زي منتخب بلجيكا نفس القصة بلجيكا أتت من العدم يعني ما لهاش أي رصيد ما لهاش أي تاريخ ما لهاش أي ألقاب أو بطولات قرية كانت أو عالمية ورغم كده قدرت تبني منتخب قوي لكن إن سبق الأوروبي يعني أقولك أوروبا قصة تانية أعتقد أن تجربة المنتخب السعودي تجربة تستحق أن نقف عندها كتير جدا تعال نتبع مع بعض وناخد رأيك كده في النتائج لغاية الوقت وترتيب المجموعات ونشوف إيه أبرز المفاجآت ومين المنتخبات والمدينين الفنين اللفت ونظر كابتن خالد جدا نبدأ بالمجموعة الأولى المجموعة الأولى طبعا بيشارك منها منتخب أفريقي ومنتخب عربي منتخب القطري للأسف يمكن نتائجه كانت مخيبة للأمال الهولندا بعد مبارتين أو بعد جولتين في الصدارة برصيد أربع نقاط إكوادور بتتساعمها في نفس الرصيد من النقاط ونفس الرصيد من الأهداف برضو بأربع نقاط وفي مركز الثاني ثم السنغال بعد الفوز المستحق لحققته على قطر في المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط والثلاث فرق عندهم فرص يلعبوا عليها على الجولة الأخيرة ثم قطر في المركز الرابع ترتيب منطقي من رجل نظر كابتر خالد ومين الأقرب للصعود ترتيب منطقي ولكن الأقرب للصعود هولندا والإكوادور أو الإكوادور نمرة واحد وهولندا نمرة اثنين يعني أنا أتكلم من حيث المستويات اللي لتفرّغت عليها والماتشاة اللي تفرّغت عليها الإكوادور عملت ماتشاة قوية جدا وعروض قوية جدا فنشايف أن الإكوادور هتبقى من الفرق يعني نقدر أن نقول عليها الحسان لسود تمام المواجهة اللي جايها هولندا في مواجهة قطر هتبقى سهلة نسبيها على الهولندي قطر ما عنده اي عزوز بس هتسعى على اقل انها يعني تودع المونديال بشكل مشرف لكن في النهاية هولندا عندها افضلية على المنتخب القطري وبالتالي اعتقد انه مباراة ممكن تبقى بتميل فيها الكفر لهولندا اكت لكن الماتش التاني هو المباراة نيري لانه الاثنين عندهم نفس الفرصة فيه فرق نقطة لصالح الاكوادور صحيح لكن مكسب السنغال يوصل السنغال لدول الستاشر والمنتخبين الحقيقة منتخبين تحترمهم عندهم شخصية عندهم امكانيات عندهم عناصر مميزة جدا مواجهة السنغال مع الاكوادور تشوفها تصبه في مصلحة مين اكتر الفريتين زي ما انت قلت الفريتين اقوية جدا الاكوادور عملت نتائج وعروض كويسة جدا نفس الكلام السنغال ولكن السنغال برضو غياب ساديو مانيه مأثر بشكل كبير جدا على مستوى الفريق فانا شايف انها هتبقى موراة قوية جدا التوفيق في اليوم دون بس انا من وجهة نظري الاكوادور طبعا حزوزها اكتر حزوزها اكتر ولكن التوفيق في يوم المباراة ما بين اللعيبة بتاعت السنغال والعيبة الاكوادور والتوفيق خلال المباراة هو ده اللي هيحدد انا تمناها السنغالية طبعا عشان احنا طبعا يعني افريقيا وانما اكوادور انا من الفرق اللي بسطاني جدا ولن بتفرج عليهم بابا مبسوط جدا لان فرقة قوية لا وبصراحة كابتن خلد السنغال هو المنتخب الافريقي الوحيد اللي ممكن تراهن عليه في البطولة يعني شايف انه عنده سكواد وعنده نروح للمجموعة التانية والمجموعة التانية برضو اتلغبطت فيها الحسابات امريكا فجأتني بصراحة انا مشتش ماتش الاولاني بتاعها بس شفت الماتش التاني شفت ماتش امريكا وانجلترا وانتخب محترم جدا امريكا برضو جاي من بعيد لتاريخ ولا لعبة اسلام الشعبية هناك اه 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 اتخب محترم جدا انجلترا في الصدارة اربع نقاط ايران بعد الانتفاضة وفوز على منتخب ويلز في المركز التاني ثلاث نقاط ثم رئيس المتحدة بتعادلين في المركز التالت بنقطتين ثم ويلز في المركز الاخير بنقطة واحدة ويلز اعتقد برضو فرصها يعني انتكاد تكون معدومة حسابيا قائمة لكن اعتقد بعد المستوى اللي قدمته ممكن الى حد ما تبقى صعبة شوية طبعا النمر واحد فرصة انجلترا طبعا فرصة كبيرة ان هي تنتقل للدور اللي بعد كده مباراة برضو المباراة التانية اللي هي امريكا مع ايران دي هتبقى مباراة قوية جدا دي كده كده قوية جدا بصرف النظر عن التأهل من عدمه بالظبط بالظبط لا للظروف بقى للسياسة والكلام ده ولكن برضو عشان التأهل مش الهجات دي بتخلق دوافع كابتن خلد بتخلق دوافع قوية جدا يعني فرقة ايران الماتش الاولاني الدوافع بتاعة لعيبة ايران في الماتش التاني لما اختلفت ولما ارتفعت شوفنا ظهر مستوى تاني خالص وقدروا يكسبه فالمباراة دي هتبقى قوية جدا ما بين امريكا وايران وانا اتمنى طبعا ايران لو لعبوا بنفس المستوى انا شايف برضو ان حظوظهم 50-50 ما بين المنتخب الامريكي ومننتخب الايران يحسب لكيروش بصراحة انه عارف يلملم اوراقه ويصحح اوضاعه لانه خسارة ستة في افتتحات كاس عالم تقي بس هو دايما متأخر كيروش دايما متأخر يعني البداية وحشة جدا دي تتحسب عليه طبعا دايما بيجي متأخر ولكن الماتش التاني كان شكل ايران كان شكل كويس طيب انجلترا ويه انجلترا وايران انا اتمام الصعود لا انجلترا وامريكا انجلترا وامريكا نروح للمجموعة الثالثة سريعا جدا مجموعة الثالثة طبعا النهاردة تلعب الجولة اولى من مباراة اولى من الجولة التانية اللي هي جامعة بين السعودية وبولندا وفي انتظار طبعا مواجهة الارجنتين والمكسيك بالليل ومباراة بالليل دي هتحدد شكل المجموعة بشكل جديد لكن حتى اللحظة بولندا في الصدارة اربع نقاط السعودية في المركز الثاني ثلاث نقاط والمكسيك نقطة واحدة في المركز الثالث والارجنتين اللي هي كتكل الناس تقولك طبعا الارجنتين نمر واحد ونشوف بقى مين هيطلع معها في المركز الأخير صفر من النقاط والنهاردة عندها مباراة مع المكسيك مجموعة صعبة جدا السعودية لخبطت الدنيا طبعا طبعا وأنا أتمنى طبعا المنتخب السعودي ينتقل للدور الثاني لأن حقهم بصراحة حقهم صحيح يعني عربيا أنا طبعا منحس جدا للمنتخب السعودي ولكن من حيث الأداء لا حقهم أنه هم يتأملوا بإذن الله وأتمنى أن التوفيق يكون معهم في مباراة المكسيك اللي هي تبقى الثالثة حيبقى مطش جامد جدا هو تعادل النهاردة يخدم في رجس سعودية يعني مكسيك أرجنتين تعادل يريح الدنيا جدا طبعا يبقى في المنتخب السعودي قدام المكسيك يبقى محتاج أنه يتعادل فأنا أتمنى أن السعودية يعني أنا حقول السعودية والأرجنتين هو بينك بردو كسا عالم من غير الأرجنتين هي بقى حاجة صعبة قوي بصراحة هي بقى دام متقيل لكن الحقيقة يمكن الأرجنتين خزرت جمهورها يعني مقدمتش الأداء المنتظر منها وسكواد بردو ومنتداش تقول أدول أبطال كوبة أمريكا جماعة وفيهم ميسي وفيهم لوطارو وفيهم دي باريا ومباريدس ويعني سكواد تقيل جدا فما يفعلش كسا عامي وبعدها إحنا منتظرين من البداية قولتنا نستنيدي براها على أن الأرجنتين وبرازيلي يبقى أهم مباراة في البطولة أو الأرجنتين وبرتغال فهيبقى يعني مباراة أكيد مستنينا نكمل بقية المجموعة كابتن خالد بس نسمحنا نروح لفاصل أخير ونرجع نكمل كلام والتاني في الفاصل أنا وكابتن خالد بنتغزل في الكرة البرازيلية هنوصل لها دلوقتي باستعالوا نشوف المجموعة الرابعة ونستعرضها مع كابتن خالد في المجموعة الرابعة عندنا حامل اللقب فرنسا مع أستراليا والدنمارك والمنتخب العربي الشقيق طبعا تونس فرنسا فيه الصدارة وطبعا فيه مطش دلوقتي التاني في المجموعة بيتلعب بين فرنسا والدنمارك فرنسا في الصدارة ثلاث نقاط بعد الفوز على أستراليا أستراليا في المركز التاني بثلاث نقاط بعد الفوز على تونس ثم الدنمار في مركز التالت بنقطة وتونس في مركز الرابع برضو برصيد نقطة طبعا فرنسا نمر واحد إن هي تقدر توصل للدور اللي بعد كده والبطاقة التانية أقنعتك في مباراة أستراليا إنها جاية دفع عن لقب ولا لسه ما سخنتش ولكن عندهم لا فرقة قوية وفرقة طبعا مرشحة أن هي تاخد بطولة ولكن في الأدوار اللي جاية حيبان مستوهم بشكل أحسن من الأربع مجموعات دول هل شايف في فرقة مرشحة من وجهة نظرك إنها تنافس على اللقب أو قدمت عروض تقدر تنافس على اللقب لا لغاية دلوقتي لا في الأربع مجموعات دول لا يعني يمكن فرنسا يمكن فرنسا بس عشان أنا شايفهم قدام حيبوا شكلهم عامل مش من الأداء اللي هم عملوا في منتخب إجمالا يعني قبل من استعرض بقتل مجموعات شايف أنه قدم أو رأي اعتماده أو حسيت أنه يعني قبل البطولة طبعا بحكم السكوارد ناس دائما بتقيس على السكوارد تقيس على أسماء اللي موجودة في المنتخبات ناس شايفت أنه ألمانيا أرجنتين برازيل فرنسا إنجلترا أسبانيا 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 صاحبة أعرض فوص في البطولة سبع أهداف في مرمى كوستريكا هل شايف أنه بعيدا بقى عن الأسماء العروض اللي تقدمت على أرض الملعب بتقول أنه فيه منتخب لا منتخب ده جاي يلعب على بطولة طبعا فيه برازيل نمرة واحد يعني المنتخب البرازيلي المنتخب الأسباني المنتخب الياباني من المنتخبات اللي أنا يعني مبسوط منها جدا واحد من السيناريوهات اللي مش قدر استوعبه لغاية دلوقتي لأن أنا ما شفت الشوط التاني أنا شفت الشوط الأول وخلاص يعني الشوط الأول بنسبان لي كانت مباراة محسومة والألمان هيخش الشوط التاني حط التاني والتالت والرابع وخلاص تتصى المنتخب الياباني ما جايش تقريب ما جايش ما نزلش الحداشرة بتوع اليابان ما شفتهمش في الملعب الشوط الأول عشوائية وتخبط وما فيش لجملة متحفزة ولا زي تربط بين الدفاع والهجوم وجيت المدينة عشان أطلع السادسة على الهوى بس مسافة المشوار بيقولي مباراة اليابان وألمانيا خلصت اثنين واحد لصالح اليابان ما استوعبت لا ده عملوا شوط تاني رهيب يعني شوط تاني في كل حاجة يعني شوف انت قلت الشوط الأولاني ما عملوش أي حاجة تمت الكورة القدم بسلقة الشوط التاني عملوا كل حاجة في كورة القدم من كل عناصر لعبة كورة القدم من سرعة ومهارة وتحرك وتهديف وكل حاجة فالمنتخب الياباني من المنتخبات المباراة دي عموما لخاصة حالة انه أي فريق يعني مش بالضرورة نتكلم على مطش اليابان وألمانيا أو حتى عطول كاسع أي فريق ممكن يبقى في حالة غيبوبة ممكن يبقى في غرفة الإنعاش في شوط مباراة أول يقدم أداء سيء ويخسر نتيجة الشوط الأولاني هل ممكن يحصل التحول ده وإزاي ممكن يحصل التحول ده في عشر دقيق بين الشوطين ممكن يحصل بس لو الإمكانيات موجودة يعني فرقة عندها إمكانيات والعيبة عندها إمكانيات ممكن آخ لا الشوط يبقوا مش في حالتهم أو يبقوا بعد ولكن طالما الإمكانيات موجودة والروح موجودة والدوافع رجعت لهم تاني لا ممكن يظهروا بشكل كويس وده اللي عمله المنتخب الياباني في الشوط التاني قدام ألمانيا المنتخب المفاجأ من وجهة نظر كابتر فيه منتخب فجأك فيه منتخب حاسس أنه يعني مش من الأسماء الكبيرة أو مش من المرشحين بس قادر يروح لبعيد الإكوادور الإكوادور مفاجأة البطولة من وجهة نظر نفجأة نتمنى طبعا نستمتع خلينا نروح ل خلينا نروح لمطشط النهاردة المكسيك في مواجهة الأرجنتين إحنا طبعا فرنسا بتلعب في مواجهة الدنمارك دلوقتي برضو مواجهة مهمة للمنتخب التونسي هنتبع نتجاتها لكن يهمنا كمان الأرجنتين في مواجهة المكسيك لأنه موقف الفرقتين أصبح معقد وإحنا لسه كنا نتكلم على الأرجنتين بطل كوب أمريكا عدد كبير من الجمه حطت نفسها في موقف حارج بتشوف ماتش النهاردة إزاي وفرص الفرقتين في مباراة النهاردة كابتن خير ماتش صعب جدا لأنه هو المباراة بتاعت النهاردة هي الفايصل اللي هتخلي أي فريق سواء الأرجنتين أو المكسيك يكمل أو ما يكملش فمهم جدا الفوز لكلا الفريقين عشان كده هتبقى الماتش هيبقى صعب جدا هيبقى ماتش مش سهل الفريتين حيسعوا أن هم يكسبوا الماتش ولكن أنا شايف أن الغلبة ممكن تروح في الأخل الأرجنتين أرجنتين أكتر الفرق إمتاعا عندنا أسبانيا كسبة سبعة عندنا أنجلترا كسبة ستة لكن هل بتشوف أنه الإمتاع فقط مرتبط عدد الأهداف اللي بيتم أحرازها في المباراة ولا لا الإبداع مش مش مختبط لا تحرك أكتر عرض قوي أو برازيل أكتر فرقة طبعا ليها مزخص زي ما كنا بنتكلم وليها طعم تاني صحيح وفرقة جميلة متأقع أنه غياب نمار يكون مؤثر لا أنا على العكس مش هيكون مؤثر بالعكس الماتشين اللي جايين في غياب نمار لا هنشوف فرقة البرازيل شايف أنه برازيل في عدم وجود نمار أفضل من برازيل في وجود نمار بالزبط فعلا فعلا يعني يعني بعيد بقى عن الأسامي والشغرة والذي إحنا أقول ما عليش بس أعد تفرج على نمار وحسب له القوار اللي بتجيله عشر قوار تمانية ضاعوا واحدة كويسة واحدة خطر لا يعني فرقة البرازيل مش عايزة حاجات تضيع يعني كتير من جير نمار البرازيل أفضل من وجود نظر كابتن خالد الماتشين اللي جايين أنا متوقع هو عنده على البنش جنبه على الدكة جنبه أسماء يعني حاجة صعبة بالزبط يعني وزي أساساً جاله جرأة يقعد الناس دي على الدكة لأن عنده كم من النعيبة كلهم كويسين طبعا يا بغت اللي يضرب البرازيل طب نروح نشوف المجموعة الخامسة نعدي بقى على بقية المجموعات سريعا الخامسة عندنا طبعا العملقة اتنين من منتخبات مرشحة أسبانيا وألمانيا لكن أسبانيا في الصدارة برصيد ثلاث نقاط من فوز عريض طبعا على كورستريكا سبع أهداف ثم اليابان في المركز الثاني ثلاث نقاط بفوز مفاجئ على ألمانيا ثم ألمانيا في المركز الثالث والكورستريكا في المركز الرابع بدون رصيد من النقاط أنا أشوف أسبانيا واليابان توقعتها منك من قبل ما تقول أسبانيا واليابان شايف أن ألمانيا بعيد آه يعني مش مقنعين من خلال البداية ولكن هم هيفوقوا طبعا أكتر من كده ولكن دوافع فرقة اليابان بعد فوزهم على فرقة ألمانيا في المباراة الأولى هتزيد بشكل كبير جدا ومش هيفرته في اللي هم وصلوه الكلاش الفاصل في المجموعة دي تتطفق أنه مطش ألمانيا وأسبانيا آه طبعا هو ده اللي هيحدد بشكل كبير بشكل كبير بنسبة كبير طيب نروح للمجموعة السادسة صح المجموعة السادسة عندنا فيها بلجيكا كرواتيا وأنا أتكلم عن بلجيكا عايز أخذ رأيك في مطش مصر وبلجيكا برضو سريعة كده لوي فيتوريا في مواجهة الكبار كرواتيا في المركز التاني برسيد نقطة واحدة منتعادل مع المغرب اللي بتشاركها نفس الرسيد من النقاط في المركز التالت ثم كندا بصفر من النقاط نتيجة خساريتها قدام بلجيكا ومعنى شفت المباراة دي كندا منتخب محترم جدا 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 مفيش منتخب ضعيف على فكرة حتى المنتخبات اللي الواحد كان فاكر أن هي هتبقى بعيدة خصالة لا 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 المنتخبات كلها قوية كنت أقول كنت تنخلط في الفصل تحس أن المطولة دي الفوارق دابت بالزبط الفوارق تلاشت بزبط مفيش منتخب كبير وفيش منتخب صغير وفيش حاجة مضمونة يمكن المجموعة دي أنا أتمنى بلجيكا والمغرب بلجيكا والمغرب طيب نروح للمجموعة السبعة حبابنا برازيل أقول لك كابتن خالد برضو انتفقنا أنه الناس دي بتلعب كرة مختلفة يعني الكوكب كله بيلعب كرة والبرازيل بيلعب كرة في حتى ثانية خامس برازيل في المركز الأول ثلاث نقاط بالفوز على سربيا وسربيا منتخب برضو محترم جدا جدا ثم سويسرا في المركز الثاني بفوز على الكاميرون ثم الكاميرون في المركز الثالث وسربيا الثالث الرابع يعني بصفر من النقاط سربيا والكاميرون البرازيل كاميرون خزلتنا يعني مستوى بعيد يعني أنا كنت فاكر هنتفرج على مستوى أحسن من كده بالنسبة لفرية الكاميرو. وبرضو غانة. بس غانة أفضل من الكاميرو شوية. غانة ليه عبت؟ غانة قدام بورتغال قدت. كانت نيرت. كانت نيرت. بالضبط. لكن الكاميرون كانوا بعيد. قلنا الكاميرون وسويسرا. قلنا البرازيل. والفرقة الرابعة من؟ سربيا. سربيا. يعني هتبقى ما بين سربيا وسويسرا. سربيا وسويسرا. نروح للمجموعة الأخيرة. الجروب إيتش عندنا البرتغال. كوريا الجنوبية أورو جوي. وغانة أورو جوي في الصدارة. ثلاث نقاط. ثم كوريا الجنوبية أورو جوي. نقطة لكل واحدة منهم. ثم غانة صفر من النقاط. يعني أنا أشوف البرتغال وأورو جوي. البرتغال وأورو جوي. يعني متابعة ممتعة ومستمتعين. الحياة بالكرنافال كروي بنستنى كل أربع سنين مرة. لكن الحياة المراضي كان يستحبت أن ننتظر الحياة. يعني كل مرة بيبقى دور المجموعات إلى حد ما تقريدي. ما بقاش فيه مستويات الأداء في أعلى يعني مستوياتها. لكن السناتي أعتقد أنها بطولة ممتعة. نتمنى لكم الاستمتاع بيها. وإحنا مستمتعين ما ننساش. طبعا مش ممكن ننسى. بكرة طبعا مواجهة مهمة جدا مع المقاولين في بطولة الكاس. يهمني أسمع. قبل ما أسمع رأي كابتن خالد جدالة في أهلي مارسال كولر. عايز أسمع سريعا جدا بما أننا كلنا على بلجيكا في ظهور مصر أمام بلجيكا ورأيك في روي فيتوريا. وشكل المنتخب في المباراة اللي أداها طبعا المباراة والديا اللي انتهت بفوزنا 2-1. شكلنا كان كويس ونتيجها كانت كويسة. يعني يمكن العرض برضو على فترات كنا كويسين. ولكن يعني برضو هو مش هتبقى تجربة يقدر الواحد يقدر يقيم فيها منتخبنا بشكل كبير جدا. لأن مباراة والديا قبل كاس عالم لعبة بلجيكا برضو لعبوها بشيء من عدم التركيز. خايفين على رجليهم خايفين من الإصابات. ولكن نتيجة طبعا كويسة جدا بالنسبة لنا. بسهل بتقالي أن الحتة دي انتهت بعد ما المنتخب المصري يتقادل. يعني بعد ما مصطفى محمد تسجل الجولة أولاني بالجيكا حاست أنه اتحركت شوي. كبدأها الجرح. فابتدوا يتحركوا بدون فكرة. لأبتدوا يلعبوا بقى. يعني كانوا يرجعوا في النتيجة. وبالتالي ظهر منتخب الجيكا بشكل. بس قدينا بشكل كويس. ودي يعني يمكن سلمة نقدر نبني عليها في اللي جاي. أتمنى بإذن الله أن اللي جاي يكون أفضل بإذن الله بالنسبة لمنتخبنا. طيب بما أنه ماتش بكرة في الكاس. خليني أقول لكم أنه مواجهة بين المصري والزمالك. انتهت بفوز الزمالك 1-0. وكده الزمالك بيتأهل لمواجهة الفائز. أعتقدنا بين بيرامدز والبنك الأهلي. يعني الكسبان بين بيرامدز والبنك الأهلي. ده مباراة بكرة. هتتلعى في نفس التوقيت مباراة الأهلي والمقاولين. الكسبان من بيرامدز والبنك الأهلي هيواجه الزمالك. أما الكسبان من الأهلي والمقاولين هيقابل سموحها إن شاء الله بإذن الله وبإذن الله يكون النادي الأهلي يكلم على مطش بكرة عودة بعد غياب واحد أسأل الأهلي مختلف في إيه السنة دي كابتن خالد نتقابلناش من أول الموسم أهلي قدم الحقيقة كولر قبل الأهلي يقدم وراء اعتماده ونجح في كسب ثقة الجمهور بشكل كبير استعاد الأهلي جزء كبير جدا من روناقه ومن شخصيته ومن بريقه مع نتائج إيجابية وعلامة كاملة في مختلف المسابقات سواء دوري أبطال سواء كالسوبر سواء دوري محل شفت الأهلي إزاي مع مارسال كولر لا الشكل أفضل كتير جدا نتائج أحسن بشكل كبير جدا زي ما أنت قلت العلامة كاملة من كل المباريات اللي إحنا لعبناها وده الوضع الطبيعي اللي إحنا متعودينه من لعبة النادي الأهلي ومن فريق النادي الأهلي بصمات كولر واضحة بشكل كبير مدير فني عنده خبرة كبيرة بصماته واضحة قدر يحط لعبة النادي الأهلي وياخد أحسن مستوى عند كل واحد على المستوى الفردي وإزاي أنه يجمعه على المستوى الجامعي فشكل الفرقة تغير شكلنا بقينا نلعب كرة جامعية بشكل كبير جدا على المستوى الفردي فيه لعبة كتيرة جدا مستوها يتحسن بشكل كبير جدا وأخص بالذكر كريم فؤاد يمكن كريم فؤاد مثلا السنين اللي فاتت ما كانش بالصورة اللي إحنا بنتفرج عليه دلوقتي فأنا شايف إن إحنا ماشيين على الطريق الصحيح ونتمنى بكرة في مدش بكرة وبإذن الله مبارات الكاز إن إحنا نكسبها عشان نقدر نواصل بإذن الله في هذه البطولة ونكسبها بإذن الله كتير من اللعبة بدأت الموسم كانت مفجأة بالنسبة لجمهور نادي الأهل حاجة ذكرت مثلا كريم فؤاد حطت أنا مع كريم أكرم اللي ما فيش استعاد فرمته استعاد حيويته استعاد جزء كبير من المستوى متولي كان مفجأة بالنسبة لجمهور النادي الأهلي السنة دي طاهر كان من الأسماء يمكن التعلقت بشدة بداية الموسم هي قصة قصة راحة بس يعني فكرة إنه الفرقة ريحت بدلي شويتين وأول مرة تاخد فترة إعداد وتاخد راحة سلبية فالعيبة رجعت والقصة فيها تفاصيل تانية الناس يمكن ما تعرفها لا دي من أحد الأسباب المهمة الراحة يعني اللعيبة استعادت شفاها بشكل كويس جدا خدت فترة كويسة من الراحة وتم إعدادها بدنيا ونفسيا وفنيا وخططيا بشكل كويس على المستوى الفردي هي دي بقى براعة المدير الفني إنه هو إزاي يطلع أحسن حاجة من عنده كل واحد من إمكانياته عينيه شايفة إزاي كابتر خير عينين مرسال كولر في تقييم الأماشة وتوظيفها وإنه يطلع أحسن ما عندها لا عينيه كويسة جدا وفعلا هو قدر يطلع أحسن ما عنده كل العيب من إمكانيات سواء هجومية أو دفاعية وإزاي يوظفها على شكل الجماعي بالنسبة لمستوى الفريق فهو حط بصمته وده باين زي ما قلت على المستوى الفردي بالنسبة للعيبة وعلى المستوى الجماعي بالنسبة للفرقة والحمد لله على مستوى النتائج والبطولات وبعده بطولة السوبر اللي إحنا قدناها في الأول دي قد الدفعة طبعا كبيرة جدا بالنسبة للعيبة والجهاز ودتهم ثقة بس ده الطبيعي ده طبيعي فإحنا نتمنى أن نحن نفضل ماشيين على هذا المنوال في مشوار الكاس والدوري بإذن الله ماتش بكرة صعب كابتن خالد؟ آه طبعا صعب يعني نفيش ماتش صعب دلوقتي ماتش صعب أنا عارف طبعا بس يعني فكرة أنه أنت تبقى ابتديت الموسم والعجلة دارت والانسجام والتناغم وفكر المدير الفني واصل واللعيبة وصلت المستوى جاهدة جدا في بداية الموسم فيجي فترة التوقف ويجي أول طلع بعدهم ماتش كاس كل ده ما زودش من صعب يعني أنا عارف أنه كل موجهات الأهلي صعبة فأي بطولة في دوري في كاس في أفريقيا في مصر في أي حتة بتبقى المواجهة صعبة لكن فكرة التوقف النوع عمات طويل وبعدكها ترجع في ماتش كاس في مواجهة المقاولين وانت عارف أن المقاولين واحد من الفرق برضو الكبيرة كل ده ما يزودش من صعوبة مواجهة بكرة؟ لا يزود طبعا وبعدين مباراة الكاس غير مباراة دوري مباراة الكاس دي ليه حسابات تانية خالص لأن أنت ممكن تتسرق في دقيقة تطلع من بطولة فمحتاجة تركيزه ومحتاجة زي سيناريو الماتش يتحط بشكل كويس جدا محتاجة أن اللعيبة تكون في قمة تركيزها من ناحية حتى استثمار الفرص اللي تجيلنا لأن ممكن فرصة ما تتعوضش تاني الفرصة اللي تيجي لازم نجيبها جون إزاي الحفاظ أن تطلع كاسبان عشان تقدر تواصل في هذه البطولة هي دي الصعوبة دايما بطولة الكاس غير بطولة الدوري لأنه ما فيهاش مجل التعويض الدوري لو أنت أخفقت في ماتش ممكن تعوضه ولكن مسابقة كاسب تضيع منك بطولة وهي بتيجي من هنا الصعوبة وفرقة المقاولين زي ما أنت قلت من الفرقة اللي بتقف كويس وبتدافع كويس وتتمركز دفاعين كويس من هنا بتيجي صعوبة اللقاء فبإذن الله أنا أتمنى أن بكرة في ماتش بكرة نجيب جون بدري عشان الدنيا الماتش يتفتح ويبقى سهل بالنسبة مستوى صعوبة الماتشات اللي خدها النادي الأهلي مع اختلاف الظروف والمسابقات يعني سواء في أفريقيا مع وصيف الدولة التونسي بره أرضك وجوه أرضك سواء مع الزمالك المصري في الإمارات في السوبر أو حتى هنا في الدولة مع الإسماعيلي وكذا كلها يمكن كانت ماتشات في غاية الصعوبة ورغم كده نجح الأهلي في تحقيق العلامة الكاملة زي ما اتفقنا على مستوى النتائج لكن هل بتشوف أنه وده كان سؤال الموسم اللي فات السؤال اللي كان عنده أغلب الجميع هل تعامل أو نجح مارسيل كولر في التعامل مع مشكلة الفعالية الهجومية فكرة قدرة ترجمتك عدد الفرص اللي انت بتخلقها أو المرات اللي انت بتوصل فيها المرمى الخصم علاجها بشكل نجح أو بنسبة كم فلمية من وجهة نظر كابتن خالد وإيه اللي نقص عشان الأهلي هجوميا يبقى يعني قوة ضربة زي ما بيقول لا طبعا علاجها بشكل كبير جدا يعني بشكل ناجح بشكل كبير جدا وأكبر دليل على كده أن احنا الحمد لله كل الماتشيات اللي لعبناها تحت قيادته كسبناها مع فرق على مستوى الأفريقي فرق جمدة على مستوى الدوري فرق جمدة فهو قدر يوجد الحلول الهجومية بالنسبة لعبت النادي الأهلي تمام إزاي نوصل للجون وإزاي من أقصر طريق نقدر نوصل لمرمى المنافس ونقدر نهدف يمكن الحاجة اللي نقصانة بس شوية تزديد من خارج منطقة الجزاء لأن ده مهم جدا 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 بالذات في المباريات اللي حتلاقي الفرق اللي قدامك بتتكتل دفاعيا قدامك زي مثلا ماتش بكرا يعني دايما أنت على المستوى المحلي سواء دوري أو كاس النادي الأهلي بيقابل صعوبة إن كل الفرق بتنزل تلعب جيم دفاعي بحت ما لهمش أي طموح حجومي من هنا بيجي بقى التكتلات الدفاعية إزاي تتغلب عليه سواء من على الأجناب سواء الاختراق من على الأجناب أو الاختراق من العمق أو التسديد من خارج منطقة الجزاء أنا نفسي أشوف لعيبة النادي الأهلي بالذات لعيبة خط النص إزاي بيسدده من خارج منطقة الجزاء لأن ده من أحد الحلول اللي تخليك تتغلب على أي تكتل دفاعي هو يمكن لو قرينا كده مع بعض معدل تسجيل أهداف بين رؤوس الحربة أو لعبة الأطراف والقلب هنلاقي إنه مساهبة رؤوس الحربة أقلب كتير هل القصة قصة مهاجم ولا هل القصة لأن طبعا المسؤول الأول قدام الجمهور اللي بيحسب على فطورة الأهداف هو المهاجم الصريح سواء كان اللي لعبه كان شادي أو شريف دول اللي راهن عليهم ميستر كولر بشكل أساسي لكن نسبة أهداف دول مقاطن بالأطراف أو لعبة خط النص يعني كريم فؤاد حمدي فتحي برونو سافيو مش فاكر في حد تاني معنا هم اللي مسجلين تقريبا العدد الأكبر من أهداف نادي الأهل شريف سجل وشادي سجل لكن النسبة هل دي مرتبطة بطريقة اللعب وفكر ماستر كولر ولا هل دي مرتبطة بفكرة القدرات والإمكانيات الخاصة بمركز رأس الحربة في نادي الأهل لا بطريقة اللعب وبخطة اللعب ودايما نادي الأهل دلوقتي اللعيبة بتاعة نص الملعب اللي بتيجي من الخلف للأمام هي اللي بتبقى مش مراقبة وعندها فرصة كبيرة جدا أن هي تجيب أهداف مش شرط رأس الحربة دلوقتي مش زي زمان لا رأس الحربة دلوقتي ممكن يتحرك عشان يخلق مساحة لأي حد من لعبة خط النص ييجي يقدر يحرز منها أهداف راضي عن مستوى شادي وشريف اللي ظهروا به من بداية الموسم لغاية دلوقتي بنسبة كم في المئة؟ بنسبة 60% 60% يعني لسه شوية لسه شوية لو بتدعم تدعم مركز رأس الحربة ولا تدعم خط النص ولا تدعم خط الدفاع لا رأس الحرب بس ببقى دعم بلعيب مختلف مختلف في الإمكانيات ومختلف في الأداء يعني مش ما يبقى زي شريف وزي شادي حاجة تانية يبقى قوي يبقى محطة لأن أنت عندك لعيبة كتيرة مهاريين بيجوا من نص الملك أنت محتاج رأس حربة تقدر تسند عليه اللعب وتقدر يبقى محطة إزاي أنه هو يخلق لك كمان مساحة للناس اللي جاية من نص الملك النموذج اللي بيعمل ده من وجهة نظر كابتن خالد أو عمل ده حتى في الأهلي قبل كده يعني لا التركيبة دي مش فاكرة يعني يمكن قديمة شوي نقول مثلا ايه مين يعني من جيل ايه؟ لا من جيل 2006 و2008 فلافيو مثلا اه فلافيو مثلا احنا عايزين حاجة أفريقي محترم سريع قوي يقدر يقدر يحرز أهداف من داخل منطقة الجزاء مطس بكرة الغيابات اللي ممكن تكون أكيدا غياب متولي وغياب معلول والاثنين كانوا عناصر أساسية في كل المطشط اللي عيابها الأهلي من بداية المسلم لغاية قبل بالتوقف مباشرة الأفضل والأنسب من وجهة نظر كابتن خالد أنهم يشغلوا المركزين دول في مباراة بكرة والله اي حد موجود هتلاقي كل لعبة النادي الأهلي لما حد بيغيب اي حد بيلعب لا بس انت بالتأكيد ليك وجهة نظر يعني مين أنسب انه يؤدي الدور في الحتة دي يعني متأكد ان سكوار الأهلي كلهم نجومه على أعلى مستوى بس ما وجهة نظرك مين بكرة تراهن عليه أو تتمنى أنه ميستر كولر يدي له فرصة فيه يعني هو اللي موجود في ناحية الشمال اللي ممكن يلعب ممكن محمد أشرف ممكن رقفة خليل وايمن أشرف ايمن فمسافر على سبيل تأهيل بالزبط لا يبقى فرصة متالي محمد أشرف ممكن كوكا برضو لا ممكن محمد أشرف فرصة تكون أكيد وفي قلب الدفاع في قلب الدفاع عندنا ناس كتير برضو يعني أي حد سيكون موجود سيؤدي بشكل كويس أتمنى التوفيق للأهلي بكرة إن شاء الله عودت النشاط مرة تانية ما صدقنا بدأنا الموسم ثم التوقف لكن الأهلي بيرجع يستقنف مشواره بكرة فيه بطولة الكاس مرة تانية كل التوفيق لرجالتنا وابلغوني دوقتي الدنمرك تعادلت مع فرنسا بعد فرنسا ما كانت متقدمة واحد سفر الدنمرك أحرزت هدف التعادل واحد واحد مشاهدة متابعة ومتاع الكاس العالمة كابتن خالد نورتنا وشرفتنا عودتك بعد غياب معنا شيء يسعيدنا دائما شكرا لحضرتك وشكرا لكم مع المتابعة بكرة إن شاء الله نتابع ماتش المأولين ومن الاتنين نرجع نقابلكم مرة تانية في السادسة تحياتي لكم